اشتركوا في القناة ينسب بئر أريس إلى رجل من اليهود اسمه أريس وتقع البئر في غرب مسجد قباء مقابل له بالقرب من الحديقة الصغيرة التابعة لسور المسجد وقد أزيل بسبب توسعة مسجد قباء وهو المكان الذي بشر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمار بن عفان بالجنة وقد لبس الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما لبسه من بعده أبو بكر الصديق طيلت فترة خلافته ثم لبسه عمر بن الخطاب طيلت فترة خلافته ثم لبسه عثمار بن عفان إلى السنة السادسة من ولايته وبينما هو جالس على فوهة البئر يحرك الخاتم في يده إذا به يسقط من إصبعه ويختفي في قاع البئر اغتم عثمار لفقد الخاتم وأمر بنسح الماء واستمرت عملية البحث ثلاثة أيام دون جدوى وكان سقوط الخاتم إرهاصا للفتنة التي حدثت في عهده وانتهت بمقتله رضي الله عنه يقع بئر أريس في المدينة في حديقة على مقربة من مسجد قباء يبعد عنه حوالي ثمانية وثلاثون مترا فقط وكان عليها قبة شامخة في الهواء وقد أزيلت البئر بما عليها من قبة لصالح التوسع السعودية لمسجد قباء ويبدو أن البئر لم تكن عميقة حيث يصل عمقها إلى اثنى عشر مترا وقطر فتحتها متر ونصف وماء البئر يصب في بركة تسقي الحديقة حيث يزرع فيها الفواكه وخاصة العنى واشتهر هذا البئر لوروده في صحيح البخاري فعن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهه هنا فغرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئ كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقي ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلانا خيرا يريد أخا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلس فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به يعني أخا فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان فقلت على رسلك فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فجئته فقلت له ادخل يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر فقال عثمان اللهم صبرا أو الله المستعان قال سعيد بن المسيب راوي حديث عن أبي موسى فأولتها قبورهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على دكة البئر على القف وجلس أبو بكر وعمر عن جانبي وعثمان رضي الله عنه جلس على الجهة الأخرى لأن المكان قد امتلأ قال سعيد بن المسيب أولتها قبورهم أي أولت جلوسهم في الحديث هذا ما قالهم في القبور الذي صاروا عليه بعد ذلك فإن القبور الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه متجاورة في حجرة عائشة رضي الله عنها أما قبر عثمان رضي الله عنه فهو بالبقيع منفصل إذ كان جلوسهم على حافة البئر متجاورين وعثمان رضي الله عنه في الطرف الآخر قال فأولتها قبورهم أي اجتمعوا في الدفن وانفرض عثمان رضي الله عنه في البقيع وهذه البلوى التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما أصاب عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار وثوران المنافقين عليه وهذه الفتنة المشهورة التي أوقض نارها عبد الله بن سبأ اليهودي فقد تنقل في البلدان يوقض نار الناس على عثمان رضي الله عنه ويحرك السفهاء والمنافقين على عثمان رضي الله عنه ويقول حرق المصاحف وأبقى مصحفة ووظف أقاربه واستعملهم وفعل وفعل فاجتمع خلق من هؤلاء المنافقين وساروا إلى المدينة وتسلحوا واقتحموا المدينة وعاثوا فيها فسادة وتسوروا دار عثمان رضي الله عنه يريدون اقتحامه وكان الصحابة قد حرسوا دار عثمان رضي الله عنه ولكن عثمان رضي الله عنه أصدر الأمر للصحابة بأن لا يحرسوه ولا يقاتلوا دونه وأن ينصرفوا أراد عثمان رضي الله عنه أن يبتدي بدمه حتى لا يحصل قتال بين الصحابة وبين هؤلاء الثوار فلما أمرهم وهو الخليفة وكان لزاما عليهم أن يطيعوه اقتحم داره هؤلاء وكان عثمان رضي الله عنه قد نشر مصحفه يقرأ فضربوه بالسيف فوقع على يد امرأته نائلة فقطع أصابعها ثم ضربوه بالسيف وهو يقرأ القرآن فقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما وذهب شهيدا إلى ربه